اشتركوا في القناة رحمته وبركاته واحنا مسكنا في موضوع الادوات او الوسائل او الشخصيات او الامور التي تؤثر في نفوس اولادنا في الحلقات الماضية اتكلمنا على حاجتين اتكلمنا على البيت والاسرة الكبيرة واتكلمنا على المدرسة اتكلمنا على البيت ولخص كل اللي قلناه قبل كده ان المشاكل والخلافات الاسرية بتؤدي لمشاكل في تربيت الاولاد وقلنا الاختلاف ما بين الزوج والزوجة بيؤدي في كتير من الاحيان الى مشاكل في عملية التربية وبالتالي قلنا لا للخلافات قدام الاولاد ولا لعملية الاختلاف التربوي ما بين طفل وما بين طفل اخر بشكل او باخر او موقف او موقف اخر واتكلمنا بعد كده معاكم على اساس نقطة اساسية على موضوع المدرسة وموضوع صعوبات التعلم وردود الافعال كانت كتيرة جدا بالنسبة لصعوبات التعلم لازم المدرس يبقى عنده القدر على كده نهيك على دور المدرس المؤثر في اخلاق وقدوة وتوجيه اولادنا وتحببهم في المدرسة وتحببهم في المادة نفسها اللي بيحبها اولادنا بشكل او باخر نهيك على ان المدرس ممكن يغير في شكل العلاقة الكبيرة اللي ما بينه وما بين التلميذ او الطالب اللي ممكن يخليهم يبقوا منجازبين جدا للمدرسة مجتهدين ليه لانه بيخلق نوع من انواع التنافس بيزرع نوع من انواع التنافس بين الاولاد بعضهم وبعض وبالتالي عاوزين نقول ان التربية مش بس مجرد اعمل او متعملش سوي او متسويش لا منظومة كبيرة بيشارك فيها الاسرة بتشارك فيها المدرسة والنهاردة بنتكلم على موضوع تاني خالص موضوع النادي يعني ايه موضوع النادي يعني موضوع الساحة الشباب يعني ايه ساحة شباب يعني مركز شباب يعني ايه مركز شباب يعني المساحات الخضراء اللي موجودة في اي مكان وبتستغل في خدمة الشباب اللي موجودين بتوع المنطقة بمعنى ايه الرياضة بمعنى بنتكلم النهاردة على اثر الرياضة واثر المتعلقين بالرياضة واثر الادوات اللي بتستخدم في تدريب اولادنا في نفوس اولادنا سواء بالسلب سواء بالاجاب عادة اعتمدنا من زمان على ان الرياضة دي تضيع وقت زمان زمان من 20-30 سنة دايما اللي كان بيلعب رياضة دي بتضيع لك وقتك اهتم بمذاكرتك عاوز تلعب رياضة تلعب رياضة في ايام الاجازات لا اما تلعب رياضة في الاجازة الصيفية اما انك انت تتفرغ وقت ليها اثناء فترة الدراسة ده معناه تضيع وقت والدراسة اهم وكأن المفهوم عند الناس دايما ان الرياضة اللي هي التدريبات اللي هي عبارة عن لعبة من الالعاب بيلعبها ابني بشكل متدرج ومنظم دي بتضيع وقت الولد ليه لان المذاكرة هي الاهم وبينسى الناس حاجة مهمة جدا ان لازم البني ادم اما بيربي بيربي تكامل في تركيبة الشخص ما بين رياضة صحة جسد صحة جسد وصحة نفس ده مهم جدا زي ما بوجه الابن بقوله صح والغلط فبوجهه نفسيا لازم اوجهه كمان جسديا يبقى صحيح البدن يبقى عنده قدرة جسدية عالية سلامة جسدية عالية وزمان كانوا بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم هل معقول الجسم السليم يجي مع كم الاكل والانتخة بتاعة اولادنا على الكراسي وزيادة اوزانهم الكبيرة وعدم اهتمامهم بتفريغ طاقات كتيرة بيطلع من كده مشاكل كتيرة جدا عند الاولاد وبالتالي افراغت النهاردة حلقتي على الرياضة او النادي او المكان الذي يمارس فيه الرياضة ااملا من رب العالمين ان الناس تاخد الموضوع جد لان الموضوع جد دايما بنقول يا ريت يلعب رياضة ياريت عشان تفرغ الطاقة الابن العصبي ياريت يلعب رياضة عشان يفرغ عصبيته الابن اللي مش مركز ياريت عشان يركز يزود الرياضة يعني يلعب رياضة منتظمة الابن اللي بيتخانق دايما وغلباوي يريد يلعب رياضة يفك في نفسه شوية فكرة العصبية بتاعته وفكرة الغضب بتاعه والخناء بتاعه والمشاكل بتاعته بشكل أو بآخر الطفل اللي مش عاوز يقضي وقته بشيء مفيد يلعب رياضة بشكل أو بآخر الرياضة لها نواحي كتير جدا بتنمي طاقات وتنمي قدرات وتكسب سلوكيات وتدي أخلاقيات وتوجه الولد توجيه جميل جدا فلازم يكون عندنا الكنين الولد بيذاكر وفي نفس الوقت بيلعب رياضة الولد بينمي عقله وبينمي جسده الولد بيمارس المهارات بتاعت التركيز وبتاعت الاستيعاب وفي نفس الوقت المهارات البدنية وما تتحججش وتقول أنا مش مشترك في نادي ساحات الشباب ومراكز الشباب موجودة في كل الأحياء وفي كل المناطق الموجودة على نطاق المناطق المختلفة وبطبيعي إننا لو ما عنديش القدرة المادية على نادي يبقى طبيعي جدا إن يكون في ساحة شباب يبقى في مركز شباب وأعتقد إن الأجور بتبقى رمزية جدا بالنسبة للاشتراك في هذه الأمور ما عنديش نادي ما عنديش مركز شباب ما عنديش ساحة شباب في حاجة اسمها المساحات الخضرة واستغلالها في ناس بتستغل حتى الأسطح بتاع المباني في عملية التدريبات للأولاد وبيجيبوا مدرب كاراتي أو كونج فو أو مدرب أيا كان المدرب للعبة محددة لها مساحة محدودة وبيتضرب الأولاد والجيران في حاجة مفيدة أيا كانت الحاجة المفيدة اللي موجودة وبالتالي لازم يكون عندنا فكرة تأثير الرياضة على أولادنا وأهمية الرياضة في تربية أولادنا وأهمية المكان اللي بيمارس فيه الرياضة في توجيه أولادنا بشكل كبير لأن الموضوع بقى في غاية الأهمية لأنه مهم جدا ليه لأنه بيساعدنا في عملية التربية وبيفرق كتير جدا الشباب اللي بيبعاروا برياضة عن الشباب اللي ما بيبعاروش رياضة الشباب اللي بمارسوا رياضة بنسميها منتظمة عن الشباب اللي ما بيمارس رياضة منتظمة الشاب اللي بيموارس رياضة هو اكثر تركيزا واكثر استيعابا واكثر قدرة على حل المشاكل واكثر مرونة في تناول الامور واكثر قدرة على التحمل وتحمل المسئوليات في كتير من الامور كل ده بيكتسبوا من ايه؟ من لعبته في اي رياضة ايا كانت الرياضة بنظام التربية السليم طبعا ده معناه ان احنا بنقول لابد ان يكون مناخ الرياضيين ومناخ الرياضة بيبقى سليم طبعا احنا بنقول ان الرياضة دي جزء لا يتجزى عشان كده مقولة بتنسب لسيدنا عمر بن الخطاب اعلموا اولادكم الايه؟ الرماية والسباحة وركوب الخيل الرماية والسباحة وركوب الخيل من زمان من زمان من 14 قرن ويزيد الناس تنبهت لاهمية الرياضة واهمية اللعب حتى الناس قالت اه ده الرماية وركوب الخيل والسباحة دول حاجات بتاعة الفروسية وبتاعة القتال ابدا اطلاقا الرماية بتقوي التركيز بتزيد حدة الابصار بتعمل تقاضر ما بين البصر وما بين الحركة نفسها وما بين الجسد الرياضة نفسها في حد ذاتها سواء السباحة سواء كانت ركوب الخيل بتعتمد على التقاضر البصري والسمعي والجسدي وده بيؤدي الى زيادة التركيز عند كتير من اولادنا في مسائل حتى النواحي الدراسية المختلفة يعني معنى كده ان ابني لو مارس رياضة معنى كده ان تركيزه يزيد اطعنه معنى كده ان ابني الوقت اللي رايح في الرياضة ده مش رايح ده مستفيد منه مستفيد جدا معنى كده ان انا ما خليش الولد يبطل الرياضة ابدا اطلاقا ليه لان الفايدة العيدة من الرياضة اعتقد بانها في غاية الاهمية واهمها استغلال الطفل الوقت الولد لو ملعبش رياضة معي يقعد قدام التلفزيون ايه الفايدة من قدام التلفزيون هيضيع وقته في اي لعبة من الالعاب ايه الفايدة العيدة عليه في لعبة من الالعاب بدل ما يلعب رياضة من الرياضات او ممارسة رياضة بدنية من الرياضات المختلفة اما عملوا احصائية للاولاد اللي هم عندهم استعداد لشرب السجاير ومسألة تعاطي المخدرات وجدوا ان الرياضيين او اللي بيمرسوا رياضة ثابتة من الصغر اقل عرضة لشرب السجاير واقل عرضة لمسألة تناول المخدرات بانواحها المختلفة عشان كده مطلوب قوي مني ان انا اخد بالي ان مسألة الرياضة دي ما اخدهاش على بساطتها اتنين بيلعبوا رياضة بينطط كورة بيشوت كورة بيعمل كذا اطلاق الرياضة لها فوايد كتيرة ونستفيد بجد من خبرات الناس ونستفيد من الناس اللي بتقوم بالدور ده وتجد ان الولد اللي بيلعب رياضة في كتير من الاحيان فعلا بجد بيبقى وقته مستغل استغلال جيد اللي بيلعب رياضة دايما بيبقى اقل عرضة للحرافات السلوكية اللي بيلعب رياضة اقل وقت في استغلال صدقات السوق واقعات السوق ليه لانه هو بيبقى الوقت الفاضي بيروح يتضرب بيتمرن بيروح يعمل حاجة مفيدة ايا كانت الحاجة المفيدة اللي موجودة يبقى دعوتنا النهاردة او المؤثر اللي بنتكلم فيه او الموضوع المهم اللي بناخد ونبدي فيه هو موضوع الرياضة والنادي المكان الذي يمارس فيه قد ايه مؤثر في نفوس الاولاد قد ايه مؤثر في عقلياتهم قد ايه مؤثر في قدراتهم قد ايه مؤثر في طاقتهم قد ايه مؤثر في امكانياتهم قد ايه ده مفيد ده مفيد عشان كده مطلوب مني قوي ان انا اخد بالي من المؤثر ده اي حد ما بيلعبش ابن رياضة ايا مكان مكانك معلش ايا مكان تواجدك ايا مكان بعدك قرية او نجعة او غيره او غيره من الامور يعني مطلوب قوي ان انا اساعد ان ابني يلعب رياضة مسألة المدربين اصبحوا على المشاع كتير وفي كل الالعاب وفي كل النشاطات وفي كل الاتجاهات اصبحوا موجودين ياريت نقوم بمشروع قومي لان كل طفل يبقى بيذاكر يلعب رياضة ان كل طفل بيتربى بنلعب رياضة عشان لازم يكون الابن صحيح النفس صحيح البدن سليم العقيدة دول كانت اسس في التربية صحة النفس ان ابني ادم في الادوات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في برامج كتيرة جدا ازاي يبقى فيه ثقة وازاي يبقى فيه تحمل مسئولية ازاي نقدر نخلي بني ادم يعتمد على نفسه ازاي نوجهه توجيه سليم ازاي يبقى فكرة السواب والعقاب ازاي كذا كذا صحة النفس الحاجة التانية صحة البدن يبقى البدن بتاعه سليم ما لاقيش ولد كده في ستة نجيلي كده مرخ رخلي اكتافه الورا ولا تلاقيه كرشه طالع له قدام او زيادة في الوزن بشكل عالي ومش قادر يمشي بشكل او باخر او طفل بيأكل اكل غير مفيد واكل غير صحي ما ينفعش او لاقي ولد قاعد على الكنبة طول النهار بيتفرج على التلفزيون انتم ما يلعب رياضة او لا دي هي دي اللي انا عاوز اوصلها لكم اخر حاجة صحة العقيدة اللي هو الايمانيات والايمان الطفل بعد عشر سنوات المفروض يكون سليم البدن سليم النفس وبعد كده بنضف له سلامة العقيدة يبقى ده المسلث الثالوث لعملية التربية الاساسية اللي بنقوم بيها بشكل او باخر وبالتالي فكرة النهاردة والمؤثر النهاردة والعنوان بتاع الحلقة الرياضة واثرها في نفوس اولادنا في التربية واثرها في اخلاق اولادنا وسلوكياتهم واثرها في تنمية طاقتهم وقدراتهم واثرها في تعديل سلوكهم وتنمية مهاراتهم مهم جدا الحلقة دي حلقة مهمة حتى لو اعتبرها البعض انك انت مش واخب بالك من المناهج وكثرتها او المدارس وقد ايه بتدي واجبات او اهمية المذاكرة والدراس هل بيت يعني بيت عارض ان البعضة بيبقى متفوق دراسيا ومتفوق رياضيا بالعكس انا اجد ان المتفوقين رياضيا كتير من الاحيان يبقوا متفوقين دراسيا وخصوصا انهم بيبقوا في كتير من الاحيان عارفين هدفهم والرياضة في حد ذاتها تحديد هدف للوصول اليه وتنميته باستمرار ده بيؤدي الى نوع من انواع التحفيز عند الاولاد للوصول الى ما هو افضل اي مكان يبقى نحط في بالنا النهاردة بنا وبن بعض اب وام بيسمعوني النهاردة ان ابني لما بيلعبش رياضة ابتدي افكر يلعب رياضة البعضة حيقولك يعني عن في وسط الاسبوع صعب خلص يا سيدي خميس وجمعة وسبت في ناس اجازة يوم الخميس بالليل ويوم الجمعة وخليها السبت ايه المشكلة 3 ايام في الاسبوع لحد ما ياخد الاجازة الرسمية بتاعته الصيف ويبتدي يلعب يوم بعد يوم او يوميا رياضة من الرياضات زي السباحة مثلا زي الكاراتيه السباحة طبعا من اكتر الحاجات اللي هي ممكن تنمي البني ادم جسديا وتعلمه نوع من انواع الصبر والقدر على التحمل وبالاضافة الى انها بتحط له هدف في الكسر قدامه كتير من الاهداف وبالتالي بتخلي الطفل في الوقت ده طموح لعملية التنافس بينه وبن زميله دي واحدة الكاراتيه مثلا كلعبة من الارعاب لعبة فردية من اكتر الحاجات اللي بتزود التركيز وتزود التركيز لانها بتزود التأذر البصري والحركي والسمعي عند الاولاد وبتعلمهم القدر الدفاعية عن النفس وبتعلمهم العفو عند المقدرة وبتعلمهم ازاي يقدر يحمي نفسه من الاخطار والمخاطر المختلفة في لعبة زي الطايكوندو او الكونج فو بتعلم الولد قدر من الشجاعة في الدفاع عن نفسه وبتعلمه قد ايه القدرة على التركيز وبتنمي المرونة في الجسد بشكل عالي جدا يعني معنى كده ان كل رياضة من رياضات لها فايدة لها فايدة جدا الخيل مثلا ولكوب الخير من اكتر الحاجات اللي بتنمي الاخلاق نهيك عن القدرة في التأذر والتركيز قدرة الاخلاقية بتاعت راكب الخيل الرجولة المرؤة الشهامة تعلم الصبر الحلم القدرة على سياسة الامور لانه بياسوس تحته حيوان حصان ممكن يحرم منه في لحظة من اللحظات ممكن يجري منه ممكن يتباطق يبقى القدرة على حل المشاكل موجودة بشكل او باخر الالعاب الجماعية اولا بتحل مشكلتين مهمين جدا اولا بتزود البعد الاجتماعي عند الاولاد وبتقلل مشاكل الاولاد اللي عندهم مشاكل مع اصدقائهم من احتكاكهم بالاخرين بشكل او باخر كل لعبة من الالعاب لها فايدة من الفوائد المهم اعرف المشكلة اللي عند ابني ووظفه توظيف جيد داخل اللعبة اللي بيلعبها عشان تنمي فيه الطاقة والقدرة المختلفة عند الاولاد ما تقولش مفيش وقت احنا اللي بنيدي وقت واحنا اللي بنقول مفيش وقت ما تقولش ان ما فيش فايدة في لعب الرياضة زي زمان ونخرج اولادنا من الفرق المختلفة باسم انه داخل سنوية عامة او في كلية او في السنة النهائية انا اعرف في كلية الطب كان الخامس على مستوى العالم في التايكوندو كان طالب في كلية الطب من المتفوقين اللي كان بيجيبوا امتيازات كتير من الاولاد اللي موجودين في كلية الطب والهندسة لا اما سبحين لا اما بيلعبوا لعبة من الالعاب زي الكاراتيه زي الكونجفو زي غيرها من الالعاب عمر ما كان ابدا الرياضة مدعاء ان انا سيب كتابي او سيب التفوق بتاعي بشكل او باخر وبصورة او باخر في حاجة مهمة اهم برضو معلش انا بحاول اقرب لكم موضوع الرياضة قد ايه مهم ابتدينا في الاول نقول لكم الرياضة مهمة واهميتها فيه بدأنا نتكلم على انواع الرياضة وتأثرها في نفوس الاولاد اتكلمنا على فكرة ان لازم نلعب رياضة بشكل او باخر فيه موضوع مهم جدا في موضوع الرياضة ده كتير من الاولاد وان ما اقول كتير هم كتير بيبقوا متوسطين في قدراتهم الاستيعابية بمعنى ربنا ما حببهمش انهم يبقوا شطرين في المذاكر او شطرين في مسألة التحصيل فهم متوسطين وعادة اما بيبقوا متوسطين بيبقى فيه انتقادات كتير جدا من بابا وماما ليه انت مزي اخوك او مزي اختك او مزي اخوك الصغير او ابن عمك او زميلك وكتير من الاحيان بنشوف ان لازم السبيل ان انا مدوم توفرت الكتاب والمدرسة والاضاءة والاكل والشرب والمكان المناسب للمذاكرة ووفرتلك مدرسين لازم تتفوق فيه اولاد متوسطين في قدراتهم ما يقدروش يتفوقوا المقص من بتاحهم او ازياد حاجة بالنسبة لهم 80% 70% 75% 85% ما يقدروش يجيبوا اكتر من كده وفي كتر الانتقادات ممكن تفقد الولد دا ثقة ربنا سبحانه وتعالى عاوز اقول لكم معلومة مهمة جدا يوم ما بينتزع طاقة او قدرة بيكملها في قدرة تانية او طاقة تانية بمعنى فكرة الـ 24 ايراض اللي ربنا ادهلنا وداهم لأولادنا مش معنى ان ابني مش متفوق دراسيا كارثة معناها ان ربنا مأهله في طاقة تانية وقدرات تانية عملية غير كتابية وغير تحصيلية اعلى بكتير جدا من قضية الدراسة وبالتالي مطلوب مني اوي ان انا اما اشوف ابني متوسط في الدراسة ازقه في رياضة من رياضات اما لقيه مش شاطر زي اخوه اخليه يعود ده في رياضة من الرياضات واتفعل كده الاولاد عادة بيزنه وبيرفضه وبيمله المحفزات تبقى موجودة اشتراك الاب والام في نفس الاتجاه موجودة دور المدرب وحب الولد للمدرب وحب المدربين والاتصالات الدائمة بينهم وبين الاولاد مهم البطولات المستمرة والتحفيز للاولاد مهم اختيار الرياضة المناسبة مهم ومش اي رياضة ممكن يبزر فيها البني ادم لا في رياضات بعينها ممكن الطفل يتفوق فيها وفي رياضات ما تفوقش يبقى الطفل المتوسط في عملية القدرات والطاقات بتاعته الدراسية ممكن رياضيا يتفوق وكتير من الاولاد المتفوقين رياضيا دراسيا مش لازم يكونوا متفوقين لكن ممشيين الامور يوم ما اجي اتكلم انت قدراتك ايه يقول لي انا رياضي وكمان بذاكر وبدرس ودخلت كله كذا او معهد كذا او كذا او كذا او كذا او كذا شفتوا بقى ان الرياضة ممكن تعود ثقة اولادنا بشكل او باخر شفتوا انها ممكن تنمي البعد الاجتماعي شفتوا انها ممكن تزود التركيز شفتوا انها ممكن تستهلك الوقت في شيء مفيد شفتوا انها ممكن تخلي ابني تحتكب نمازج نجحة في الحياة ممكن تخلي فيه تحفيزة عند الاولاد ممكن تخلي الاولاد يبقوا مبسوطين في وقت بعينه شفتوا ان ربنا سبحانه وتعالى اما بينتزع طاقة او قدرات بيعوضها في حاجات كانية كتيرة هتلاقي كتير من الاولاد الفلتة او الشباب الفلتة في الرياضة هتلاقيهم لم يوفقوا دراسيا شوية لان ربنا بيوازن ما بين دي وما بين دي وقدرتك كأب وقدرتك كأم ان انا اكتشف الطاقات المختلفة بتاعة ابني ازاي نقدر بيها ننمي قدراتهم وننمي طاقتهم وبالتالي مسألة الرياضة مسألة النادي مسألة التدريبات المنتظمة دي حاجات اساسية موجودة بشكل او باخر وبصورة او باخرى ومحتاجة مني نوع من انواع الاهتمام نوع من انواع الاهمية يبقى مشروع عام عندنا اولادنا لازم يلعبوا رياضة لو مش هيتم بشكله منتظم اثناء الدراسة يبقى ايام الاجازات فيها هتقولولي اصلحنا مش مشتركين في نادي اصلحنا مش مشتركين في مركز اصلحنا معدنا الساحة شباب الاسطح المنازل تصلح لبعض الالعاب الفردية والمدربين زي ما بقولك على افا بن يشيل ليس لقلة يعني قيمتهم بالعكس لا معنا كده انهم قاعدين يتمنوا يطلع من تحت ايديهم بطل يتمنوا انهم يدربوا يتمنوا انهم يقضوا وقته مفيد في تربية اولادنا وتوجيهه وبالتالي مطلوب اوي مني ان انا اهتم بالنحية الرياضية الناحية الرياضية دي مهمة النادي ده مهم المكان اللي بيلعب فيه ابني ده مهم ليه لان الفوائد العيدة منه كبيرة وضخمة جدا ومن هنا بخش للمدرب المدرب كشخص عامل زي المعلم او المدرس او الموجه او المربي عامل زي بابا عامل زي ماما عامل زي الاخل الكبير عامل زي ابن عم الكبير او العم او الخال المدرب الرياضي اللي بيدرب في اي لعبة من الالعاب لازم اقوله انك ليك قدر كبير وميزان كبير في التأثير في نفوس اولادنا مش بس من النواحي البدنية لا دفعوا كلهم ونفوسهم كتير من الاحيان المدرب اما بيدرب اولادنا بيحتكوا الاولاد بيه وقت طويل وممكن انا كاب وكام ما اثرش في ابني بقدر ما المدرب بيأثر في ابني معنى كده ان انا مش مدرب العب رياضية ثانية ومد بس معنى كده ان انا قدوة اه قدوة وياريت كتير من المدربين بيسمعوني يسمعوا الكلمتين دول وما يزعلوش مني ليه انا ناصح امين وحابب اوي ان المدربين يبقوا على مستوى التدريب وعلى مستوى الاخلاق وعلى مستوى التوجيه السليم وعلى مستوى عفة اللسان ما ينفعش اقول لولد وهو بيتضرب وفيه اندية مشهورة جدا مش عاوزين نسكر اسمهم بيتعلم في السباحة وفي الالعاب الاخرى بيشتم بالاب وبيشتم بالام وفقاة من الاوقات جالي ولد كان عنده 18 سنة او اعتقد 16 عشان ما يخنيش التقدير ورفض يكمل التمرين نهائيا لانه شتموا بالاب والام ساعتها ولا شتموا شتمة فعلا مخزية جدا فرفضوا وقالوا اذا كان التدريب حيديني هذا القدر من الاسفاف في الالفاظ فبصراحة بلاها تدريب اصلا على ايدك طبعا ساعتها الاب والام للأسف موقفهم كان سلبي تخيلوا بدأوا يقنعوا الولد بانه لازم يرجع ليه لان المدرب بيقولهم ان الاسلوب ده الاسلوب الامثل وانه ده اللي حيوصل ابنك لبطولات وحيوصل ابنك للميداليات وانه بالاسلوب ده لو مجعش وتدرب انا حشطوبه من الفريق ده انت اللي تتشطب كمدرب باسلوبك او طريقتك وتعاملاتك بتشتم بالاب والام ليه ليه بتشتم بالفاظ ممكن تكون خارجة في وقت من الاوقات ليه عاوز تعود اللعيب بتاعك على الاهانة او بانك انت تتكلم باسلوب مش كويس ليه بيقترن التدريب مع اللسان اللي مش عاف ليه بيترتبط التدريب والمدربين على انهم الفاظهم لازم تكون مش كويسة وان اللعيبة لازم يتشتموا عشان يتحركوا ما ينفعش شبابنا واطفالنا امانة في نفوس المدربين واما بتكلم على قلة من المدربين بلفت الانتباه من ان عمر مكان التفوق الرياضي قرينه الاسفاف او الالفاظ اللي مش كويسة اللي بيتعلمها ابني من النادي او غيره انا حطيت ابني عندك عشان تربيهولي وتمرنهولي تربيه على التوجيه على التنافس على حب الرياضة على انه هو يحب وقته على انه يستنفذ وقته في شيء مفيد ما كنتش عاوز ابني في وقت من الاوقات يتعلم الفاظ يتعلم توجيه نابي يتكلم كذا وفي بعض اوقات طبعا الاب والام كانوا جايبين الولد يقنعوه لانه كان متفوق في نادي من اندية القمة في السباحة وحصل على ميدياليات ذهبية لكن فاض به الولد وقال لي انا بتهزق بقال لي اربع خمس سنوات وباتشتم وقابي وامي قاعدين كده لانهم عارفين ان المدرب ده شاطر جدا وان انا بجيب بطولات على ايده عشان كده هم مطمشين وقابلين لكن انا دلوقتي انا مش قابل بصراحة ما كنتش حقدر اعمل اللي مطلوب مني من باباه ومامته ان انا قلين دماغه ان يرجع يتضرب لكن كل اللي قدرت اعمله ان انا كلمت المدرب والغريبة في المدرب ان بمجرد ما الواحد لفت انتباهه اعتذر وده شيء اكبرني جدا قلت له ما ينفعش بقى اي صورة من الصور بقى اي شكل من اشكال يبقى طريقة التعليم والتدريب اللي موجودة بالشكل ده احنا مش بنضرب حيوانات مش بنضرب الا بني قدمين لهم كرامة لهم حس لهم شرف ومكانة ما ينفعش باي حال من الاحوال اللي موجودة الحاجة الغريبة التانية ان فيه ولد من الاولاد انسحب من التدريب نتيجة لانه زميل وتشتم عارفين ليه قال لي انا ما اقدرش اقعد في جو زي ده وانا النهاردة قبلت النزميل يتشتم يبقى معنا كده ان انا هتشتم تاني يوم او بكرة او بعده انا ارفض ان انا اكمل عشان كده بنقول ان الجو العامل المدرب اللي بنحطه معاها اولادنا مطلوب منه انه لسانه يكون عفل اسلوبه يكون كويس عزر اللي ولاته خليهم يعملوا مئة ضغط يجروا حوالين حمام السباحة مئة مرة يعموا اربعين كيلو يلعبوا ثانية ومد ستة ومئة مرة لكن ان انا اشتم اباستف اهزأ امتهم الله الغني عن نوع هذه الرياضة ليه؟ لان انا بعلم ابني بزاقة اللسان بعلم ابني الانتهام بعلم ابني ان هو يعني ياخد على دماغه ويقول كمان زي ما بيقوله احنا كشعوب زهقنا من الضرب على الدماغ من الاهانات عشان لقمة العيش من المشاكل الكتيرة اللي تبقى موجودة لا ما ينفعش يبقى مطلوب مني قوي ان انا نمر واحد من المدرب ان انا اكون عفل لسان ليه؟ لانك كمدرب قدوة قدوة مثال اه يعني انت لا تتصور الاولاد ممكن يتأثروا بيك قد ايه لو حبوك حاجة مهمة جدا تانية الاولاد في حد ذاتهم بيتأثروا بكل تصرفات المدرب وطبعا الجديد في المدربين السجارة اللي بتتشرب بيدرب والسجارة بقى تيجي دي ازاي؟ ينفع ما ينفعش يعني ما ينفعش ابدا باي حال زي ما بينفعش اب بيشرب سجارة في عربية او جنبه عيل او جنبه زوجته او جنبه عياله او اب قاعد في قوضة بيتفرجه على التلفزيون وده من سجارة لسجارة ينفعش ده مرفوض لانك بترسخ في نفوس الاولاد حب هذا الشيء نتيجة لانهم بيحبوك بشكل او باخر انت قدوة ساعة الصلاة ازان الظهر ادن العصر ادن المغرب ادن واقف التدريب صلوا جماعة وكمل بعد كده التدريب هيحصل ايه للاولاد وحتى هم في حمام السباحة وهم مبلولين يطلعوا هم متوضيين جهزين تصلي بيهم على حمام السباحة جماعة وينزلوا تاني يكملوا التمرين بتاعهم انت قدوة عارف معنى قدوة يعني ايه يعني مسؤول قدام ربنا عن ناس بيأثر فيهم وبتأثر فيهم بشكل او باخر يبقى انت قدوة لسانك عرف انت موجه انت لازم الاولاد يحبوك انت مؤثر في نفسهم انت لازم تكون مترفع لانك انت بتقوم بدور المربي او المدرس او المعلم او الاب او الام بشكل او باخر شفتوا بقى ان الاولاد ممكن يتأثروا اه ممكن يتأثروا بشكل كبير وعشان كده لازم ننقل المدرب لازم ننقل نوعية اللي هتحتكب اولادنا وبطلب من ادارات النوادي او ادارات مراكز الشباب ان مش بمفهوم المدرب الكبير اخلاقيات ممكن تمتهن او الفاظ ممكن تتقال مفيش مكان في النادي او في مركز الشباب او في ساحة الشباب او في اماكن التدريب للناس اللي باذيقين في ألسنتهم اللي بيتكلموا بسلوب مش كويس وبطريقة مش كويسة وبالتالي مطلوب مني جدا ان انا انقل المدرب اللي عيحتك بي ابني مطلوب ان انا نقل اللعبة اللي عيلعبها ابني مطلوب ان انا وقت ابني يفرغ في شيء مفيد خاص بالاولاد بشكل او باخر عاوز اقول كلمة مهمة ياريت الاب والام ياريت الاسر تتبنى مسألة لعب الرياضة ما يبقاش فيه اختلاف ام تقول للاب والله اصلا بيضيع وقته في الرياضة انا مش فهم التدريبات دي على ايه ايه اهميته ان يلعب له ثانية ومد حبتين او العكس بالعكس ابو يقول لا مش مهم او ما يساعدش او يحاول يصبط او يحاول يقلل لا لازم يكون في اتحاد في حاجة اسمها الخطة التربوية التوجيهية لاولادنا في مسألة الرياضة ومسألة تحسين الرياضة بشكل او باخر يبقى اتفقنا ان الرياضة مهمة اتفقنا ان المدرب عامل اساسي موجود اتفقت يا مدرب انك انت ممكن تعمل حاجات كتيرة انت مؤثر بشكل او باخر وبصورة او باخرى وموجه توجيه سليم وكتير من الاولاد بجد اتأثروا بمدربنه هفتكر ان الولد اب والام كانوا بيتكلموا على مدى اخلاص هذا المدرب بيقولوا والله ابننا اعيانا في مسألة الصلاة متعودش على الصلاة الا من المدرب محمد اللي كان بيدربه قارتيه اما حبه الولد اتأثر بيه وبدأ يجمعهم في صلاة الجامعة وبدأ يعملهم ورد محاسبة ايه ده؟ مدرب يعمل ورد محاسبة للاولاد اه وكان بيتباحهم في مذاكيتهم كما يعني كان اللي ما يذاكرش كويس ما يشتركش في التدريب اللي ما يذاكرش كويس ما كانش بيشترك في البطولة اللي ما يذاكرش كويس يبقى مش هيروح الرحلة الشهرية اللي كان بيعملها الكابتن محمد في النادي او في مركز الشباب حياة بصوا عاوز اقولكو حاجة التربية بقت صعبة وما بقتش سهلة التربية في حد ذاتها كاب وام اصبحت مش من السهولة بمكان محتاجين اطراف جديدة تخش في مسألة التربية التلفزيون زي زي ما انتم شايفين الفيديو كليبس والقنوات والافلام اللي شغالة بتحشي اولادنا افكار سلبية جدا الشارع اصبح مشكلة المدارس اصبح فيها مشاكل كتير فمحتاجين حد يتعاون معنا بنفس النهج التربوي بتاعنا في دفع اولادنا للافضل من ضمن الاشخاص دول المدربين من ضمن الاشخاص دول المدرب بتاع اللعبة بتاع ابني معنا كده ان انا لازم اضرب صحوبية مع المدرب لازم اولياء الامور اه الاب يروح يضرب صحوبية مع المدرب يعزمه يقرب منه يخليه فرد من افراد الاسرة بشكل او باخر المدرب لازم يكون قريب من الاب عشان يوجه توجيه سليم بشكل سليم بصورة سليمة الاب لازم يشوف مشاكل المدرب والمدرب يشوف مشاكل ابني عشان تبقى وحدة متكملة تربوية طبعا انا بتكلم دلوقتي فين في المدينة الفاضلة انا بتكلم في الاسلوب الامثل بس ممكن الاسلوب الامثل ده يتم لان اعرف ناس كانوا على علاقة جيدة بالمدربين بيزوروا المدرب اما يتعب بيزوروهم في افرحهم بيبقى بينهم علاقة من العلاقات جيدة وده مهم جدا عشان ده مثمر لاولادنا وفي توجيه اولادنا وفي شكل اولادنا وفي صورة اولادنا بشكل كبير وبصورة كبيرة وبالتالي المدرب مؤثر مؤثر كقدوة كقدوة في الصلاة اه طبعا في ان يعملوا افطار جماعي في رمضان يا سلام في انهم يصلوا جماعة يا سلام انهم يطلعوا رحلة مع بعض ده اجمل واجمل في انهم يقضوا وقت في معسكر من المعسكرات ده جميل جدا ومفيد جدا ومؤثر جدا وبيغير في نفوس الاولاد بل بالعكس بيحملهم مسئولية كبيرة جدا بينهم وبين نفسهم عشان المدرب ده فعلا ممكن يكون في وقت من الاوقات قدوة من القدوات وفعلا ممكن يؤثر في نفوس اولادنا بشكل كبير وبصورة او باخرى بأدبه بأخلاقه بقدوته بتوجيهه خدوا بالكم المدرب ممكن يبقى صديق لاولادنا في سن 12 يحكولوا كل البلاوي اللي ما يقدروش يحكوها الماما وبابا يحكولهم على اللي بيعزم عليه سجارة يحكولوا على المشاكل اللي ممكن تحصل في سن المراقة يحكيلوا انه معجب ببنت من البنات وازاي يقدر يقوله المدرب اكتر واحد ممكن يقوله ده هيؤثر في الرياضة وحيؤثر في اهتمامك وحيؤثر في تركيزك وانا كنت زيك في وقت من الاوقات وبعد كده اكتشفت ان الموضوع وقتي وانه مش مستمر خليك بس في الرياضة ويلهي وهكذا صديق اصدقائي بيقولوا ما تحضرش التمرين تعالوا نخرج نروح سينما تعالوا نخرج نروح كذا لا يقولوا وارد بطولة والبطولة دي مهمة وانت جزء لا يتجزق من اللعيب اللي انا حالعب به والمجموعة اللي حالعب بيها وهكذا مهم جدا المدرب ده مهم جدا 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 اما يخصف بولادنا الارض واما يطلعهم لسابع سم افتكر وعشان بس كده يعني ايه اقولكم قد ايه المدرب ببسطه وذكاؤه ممكن يفرق مع الولد كتير افتكر ان القصة دي كنت بقولها كتير قوي وما زلت بقولها لكن مكانها النهاردة وخصوصا ان المدرب ممكن يخلق نوع من انواع روح التنافس ممكن يفرق طاقات ممكن يزرع ثقة في نفوس الاولاد افتكر في نادي من النوادي الكبرى كان فيه ولد عنده 13 سنة وكان بيلعب سكواش وكان من المفترض على اللي فيه ان هو يبقى بيلعب بقاله فترة طويلة والدته نفسها يعني ابنها يتفوق بشكل او باخر اه الام كانت اه بتروح النادي وكان المدرب اللي ماسك الاولاد بيعتمد على اسلوب لمؤخزة متزعلوش مني قلة الادب والاسلوب السلبي والتحقير والتقليل على اعتبار انه كل ما يحقر في الاولاد يزيد التنافس ويزيد الحركة ويزيد انتاجهم وده طبعا يعني يعني خلاص بقى يا اخواننا عاوزين نتغير في التربية شوية اه الاباء والامهات والمدربي لازم لسان كتب يبقوا عاف ده فيه اباء بيهذروا مع اولادهم يا ابن كذا يعني فيه امهات بتقول لأولادهم يا ابن كذا الله يعني يعني ما ينفعش حتى فيه مرة كده اه مدرب وفيه بعض اوقات زي المخرط بيقول لي اشتموا يعني اه ما ينفعش في يوم من الايام الولد الأم بتشتمه بأبوه فقول له يا ابن كذا يعني الحمار فقال لها وانت كمان قالت له يعني انه انت كمان ما هو مدام بابا حمار يبقى انت ايه ما هو الحمار ما بيتجاوز صغل الحمار فطبعا استفز ماما ساعتها وكانت عطنطح فيه وتنهق اسوة بذلك لكن مين غلطان ما هو ما ينفعش المدرب ما ينفعش باي صورة من الصور يقول كده المدرب ده مشي خلاص لان معانا دقتين عاوز اخلص القصة فيهم عشان اقول لك قدي ايه المدرب مؤثر استلم الراية مدرب اخر بس جيب اسلوب جديد يقرب من الاولاد يعالجهم نفسيا يقرب منهم يعرف مشاكلهم يعرف امكانياتهم وبدأ يحفز في الاولاد لحد ما مرت سنتين عليه في تدريب الولد ده لحد ما وصل لسن 15 ودخل الولد بطولة من البطولات المفروض كان حيلعب معه اعتقد الاول على نطاق الجمهورية والمفروض الاول على نطاق الجمهورية اعلى كتير جدا مستوى الام جات قالت له انا خايف على ابني دي اول بطولة من البطولات يخش فيها وهو قبل كده المدرب اللي فات كان شايف ان المستوى مش عالي انت بتدخله بطولة عشان تكسر ابني قالناها بصي انا اعرف امكانيات ابنك اكتر منك ابنك اه مش عارف امكانياته بس انا عارف وقبل البطولة وقبل المباراة اللي حتم على مستوى النهائي بينه وبين الاول على نطاق الجمهورية قال له قال للولد كلمة واحدة بس قال له ان شاء الله هتقدر تلعب كويس فقال له بجد انا هعرف العب كويس قال له اه وبدأ الولد يلعب في السكواش لحد ما وصلت النتيجة سبعة خمسة الولد مغلوب في اول شوت سبعة خمسة فيه بريك بيحصل فيه وقت مستقطع المدرب جابه قال له بقى شفت بقى انك تقدر تعملها بيقول للولد شفت بقى انك تقدر تعملها فالولد قال له بجد انا ممكن اقدر اعملها قال له بجد انت تقدر تعملها واللي عملته لحد دلوقتي في الشوت يثبت انك تقدر تعملها عارفين تقدر تعملها معناها ايه؟ تقدر تغلبه الولد دخل في منتهى السعادة ليه؟ لانه بالرغم انه مغلوب في مدرب بيؤمن بقدراته وطاقاته شايف انه في اي لحظة ممكن يقلب الترابيزة ويكسبه تصوروا المطش انتهى او الشوت انتهى 11 تسعة والولد كسبان بعد نهاية الشوت الاولاني طبعا ممكن التاني يتعادل ممكن يكسب ممكن يعمل المدرب قال له انا مش عاوز منك حاجة تاني انت حققت المطلوب مطلوب منك انك تلعب براحتك العب بقى وخلاص استمتع بقى احنا مش عاوزين احنا كان هدفنا انك تلعب كويس ولعبت كويس وهدفنا انك انت توصل لمرحلة انك انت تقف كويس قدامي الاول على انطاق الجمهورية وقفت مش مهم النتيجة بعد كده احنا عاوزينك تلعب براحتك انتهت الاشواط الاتنين اللي بعديهم 11-5-11-5 وكسب البطولة والولد ارتفع الى منصة التجويد عارفين ارتفع ليه لان كان في حد مؤمن بطاقاته وقدراته وفي وقت كانت الام خايفة على امكانيات ابنها خايفة انه يتكسر الوقت بتاعنا كمل انتهى خلص الحلقة خلصت بسرعة لكن كل اللي عاوز اوصله لكم الرياضة مهمة لازم نتعلم ازاي اولادنا يلعبوا رياضة الرياضة لها فوايد كتير جدا المدربين لهم تأثير كبير على اولادنا ممكن يعلوا ثقتهم بانفسهم ممكن يزودوا روح التنافس ممكن يفرغوا طاقات ممكن يكونوا اصدقاء ممكن يبقوا موجهين يبقوا قدوة ممكن يكون عندهم اداب واخلاق وغيرها من الامور ممكن يبقى فيه بعد اجتماع للعلاقة ما بين المدرب وولد ممكن المدرب يعلي ثقة ابننا بنفسه شفتوا بقى ان المسألة مش مجرد لعب كورة وشوت كورة وخدوهات المسألة اكبر من كده النهاردة كان كلامنا على النادي والمدرب ويا رب الحلقة الجاية تعجبكم ان شاء الله لان احنا عم نستكمل كلامنا على المؤثرات في نفوس اولادنا سواء كانت الاسرة سواء كان النادي سواء كانت المدرسة سواء كان الانترنت سواء كان الاصدقاء سواء كانت ايا ما كان المؤثر في مؤثرات اولادنا الله أسأل أن يكون كل ذلك في ميزان حسناتنا الوقت الذي أنفقناه سويا الله أسأل أن يثق الرب العالمين موازيننا وأن يحفف أثقالنا ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة